ملفات ثلاثة كانت بين ما حمله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته في العيد الوطني للهند والذي يتزامن مع مرور 75 عاما على العلاقات المصرية الهندية في هذا العام مصر لديها خطة طموحة خلال الفترة المقبلة لتنويع علاقاتها الدبلوماسية والاقصادية والتجارية وأيضا سياسية مع مختلف دول العالم وكما قامت خلال الفترات الماضية بتوطيد العلاقات مع الصين وروسيا شرقا تريد أيضا أن تدخل في علاقات ممتدة مع الهند بصفتها واحدة من الدول التي من المتقدمة بشكل كبير في التكنولوجيا وهذا ما تسعى إليه مصر خصوصا وأن الرئيس المصري تحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل ساعات قليلة من الآن مع رئيس وزراء الهند حول العديد من النقاط أبرزها تشجيع السياحة الهندية خلال الفترة المقبلة بدعم شركات السياحة لزيادة حجم السياحة هنا في مصر بالإضافة أيضا إلى الحديث حول العلاقات الاقتصادية فيما يتعلق بجذب مديد من الاستثمارات الهندية في مصر خصوصا وأن الهند لديها السياحة تقدر بـ 3.15 مليار في 50 شركة هندية هنا في مصر بحجم عمالة يزيد عن 35 ألف فرصة عمل هنا في مصر بالإضافة أيضا إلى حجم تبادل تجاري يزيد عن 7 مليار دولار واستهداف لحجم استثمارات في الهيدورجين الأخضر والذي أعلنت عنه مصر خلال قمة المناخ الأخيرة بـ 8 مليارات دولار أمريكي وعلى هذا النحو فإن مصر والهند يزيد حجم التبادل التجاري بينهم بالنسبة وصلت إلى 75% خلال العام الأخير قبل مقارنة بالعام قبل الماضي وعلى هذا النحو فإن العلاقات المصرية الهندية في زيادة خلال الفترات المقبلة وتتمركز فيها العديد من الصناعات من بينها البتروكيمويات والهيدورجين الأخضر بالإضافة أيضا إلى تكنولوجيا خصا وأن الهند واحدة من الدول المتقدمة في هذا المجال الرئيس المصري أيضا خلال كلمته شكر الرئيس الوزراء الهندي ودعاه إلى زيارة لمصر خلال الفترات المقبلة خصا وأن تلك هي الزيارة الثالثة له بداية منذ عام 2015 كانت هناك زيارتان لرئيس المصري في الهند ومنذ ذلك الوقت بدأت العلاقات تتزايد بين مصر والهند في هذا الملف والعديد من الملفات الأخرى شكرك جزيلا شكرا كريمة شيخ مراسلنا من القاهرة